لمناسبة اليوم العالمي للشباب نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مؤتمر نقابيا شبابيا بعنوان الشباب بين الأجر الزهيد وفرص العمل اتذلك بهدف الإضاءة على واقع الشباب في سوق العمل وتقليل الفجوة ما بين المؤسسات التعليمية واحتياجات السوق على شرف اليوم العالمي للشباب وفي ظل ما يعيشونه في فلسطين من ضغوط اقتصادية واستهداف احتلالي لهم بالقتل والاعتقال نظم هذا المؤتمر النقابي الشبابي بعنوان الشباب بين الأجر الزهيد وفرص العمل بتنظيم من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة ووزارة العمل والمجلس الأعلى للشباب والرياضة وبتمويل من منظمة العمل الدولية بهدف الإضاءة على واقع الشباب في سوق العمل الفلسطيني اليوم بتعرف اليوم ذكرى اليوم الشباب العالمي احنا هنو هون وضع كارثي للشباب نسب بطالة عالية عدم وجود أماكن عمل الشباب التجئوا لسوق العمل الإسرائيلي حتى للمستوطنات فاحنا معنيين انه نطلع بتوصيات وخطط هذه تكون موائمة اللي تشتر عليها الحكومة ونفرز قيادات شابة من بين صفوف العمال اللي يحكوا رأيهم بشكل واضح يتخلل المؤتمر طرح لورقة علمية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي سوق العمل والإصلاحات الاقتصادية وتطوير التعليم وتتمخض عنه توصيات من شأنها تقل الفجوة ما بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل بالحقيقة اليوم هذا الملتقى والمؤتمر الذي ينظم اتحاد نقابات أمال فلسطين بتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والجامعات الفلسطينية وبالذات جامعة الكدس المفتوحة هو يوم نصبر فيه أغوار هذه الإشكالية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني والشباب الفلسطيني ونتيجة تأدية عوام المظروف أهمها هو موائمة احتياجات سوق العمل لمخرجات العملية التعليمية في اليوم العالمي للشباب يفرض الشباب أنفسهم على أجندة المؤسسات المهتمة بقطاع العمال في فلسطين خصوصا في ظل الهوة ما بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل وهو ما يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول في القرن الحادي والعشرين بكر عبدالحق تلفزيون فلسطين